طيب، هل إحنا في طريقنا لإلغاء الكتاب المدرسي للأبد وهيبقى التابلت هو المصدر أو البديل للكتاب المدرسي؟ التابلت ما هو إلا جهاز هو الفكرة أنه يعني فكرة أنه يبقى الكتاب هو المصدر الوحيد للمعرفة هي اللي تلقيت مش الكتاب الورق مين؟ هي المعرفة موجودة أشكال والوان بس معليك الكتاب كان بيكلفك 2 مليار جنيه في السنة لا أكتر مليئة كمان الكتاب مكلفة جدا سيحنا مش ده الفكرة يعني أو الاستراتيجية أو الفلسفة جاية من مصادر التعلم تنوعت وإحنا صرفنا عشان نجيب لهم مش كتاب نجيب لهم ألف كتاب ألف كتاب ونديهولهم ببلاش بس هما بيجوا في صورة رقمية فالكتاب اللي هو بيتكلم عليه الورقي ده أقل شيء ده ولا حاجة الصرف اللي تصرف على الأجهزة والبنية التحتية وتوفير مصادر التعلم ده للاستزادة من العلم والمعرفة الدولة بتصرف مش بتوفر بس لما نكون صرفنا كل ده وتأكدنا أنه كل طالب في المرحلة يستطيع الوصول إليه أصبح طباعة الكتب القديمة اللي تمثل جزء يسير جدا من المعارف وندفع فيها المليارات دي أصبح طبعا نوع من إهدار المال العام صحيح فكان لازم نختار فالفكرة مش الكتاب الفكرة هي أن احنا زودنا المصادر بدل ما نتبع لهم ألف كتاب ورقي في لأم الدين هلهم رقمي